السلام الله عليكم ازايكم ها شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بيكون في فيديو جديد فيديو استكمالا للدرس اللي احنا ماشيين فيه في الوقت الحالي واللي انا عرفتك فيه ان انت ازاي تقدر تربح عن طريق زكاء لصناي فالمهاردة انا جايب لك بفكرة جديدة طبعا لو تتذكروا في الفيديو الاول انا اتكلمت ان انت ازاي تقدر تربح او يعني موقع مجاني بيعمل صور ماهولة غير محدودة اه وبدون قيود عن طريق زكاء لصناي وبعد كده طبعا انا قلت لك ان فيه افكار كتير اقدر ان انا انفزها لك عن طريق الموقع ده عملت وراها فيديو على طول وهو ازاي تقدر تشتغل من غير ما تظهر باستقدام الزكاء لصناي في الفيديو ده بقى انا جاي اقول لك ان انت ازاي تقدر تشتغل على موقع فري بيك تمام طبعا معروف موقع هو من اكبر المواقع واصحاب المصممين حول العالم اه ان انت بتقدر تاخد منه نمازج وصور وحاجات كتير او بالمجان فيه طبعا نقطة اخرى فيه وهو ان انت ازاي يعني وهو ان انت تقدر تربح من ورا يعني افتراضا ان انت ممكن تقدر تبيع صور انا ممكن اكتب هنا كات اكتب مسلا افتراضا وامج زي ما انت شايف فوتو تمام هلاقي عندي ان هنا فيه صور قطط مدفوعة اقدر ان انا استخدمها الصور دي حتى معمولة عن طريق الزكاة اللي صناعي انا اقول لك بقى ان انت زي تقدر تعمل زيها وتبيع صور زي دي طيب فيه النقطة انا حابب اني اتكلم فيها في البداية ومعلش معلش معلش الناس اللي هتشتغل في النقطة دي يا شباب اللي مش هيشتغل يعني او شايف يعني او مش شايف نفسه في الفكرة دي ما يخشش فيها عشان ما تحرقش على غيرك احنا العرب للأسف عندنا نقطة سلبية قوية جدا وهو ان لو في طريقة حد شرحها الناس كلها تعمل عليها هجوم لحد لما الموقع ياخد باله اني اه لا ده هنا فيه مشكلة فنقفلها يعني انت كده بتقفل على نفسك وبتقفل اللي جاي بعدك لو انت مش شايف نفسك في المجال ده ما تخشش فيه لو انت مش شايف نفسك ان انت بالفعل هتقدر تشتغل في 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 الموقع ده او بالطريقة دي ما تخشش فيها ما تحرقش على غيرك الطريقة تمام خلي فيه طريق لغيرك يعني يعني تماما بس نقطة الانانية دي تخلص مننا في الوقت العربية دي النقطة الاولة انا حابب اتكلم فيها نخش بقى في الموضوع وطبعا فيه عدة برامج انا هستخدمها يعني الموضوع مش زكاء صناعي كده وخلاص لا فيه الطرق وحاجات انا هستخدمها عشان ما نطولش عليكم نروح بقى دلوقتي للشرح بصة سيدي اول حاجة انا هروح دلوقتي عندي عن موقع اميج تري او اميجن تري الخاص بجوجل واللي انا شرحته قبل كده عندي في فيديو فات تمام لو انت جيت هنا عندك هتلاقينا انا اتكلمت عن اميجن تري الموقع الخاص بجوجل وهو كان بالنسبة لي افضل واحسن موقع الى الان بيصمم صور عن طريق زكال صناعي طبعا فيه نمازج اخرى زي فريكي وغير بس انا هتكلم على الموقع ده بالذات لان الصراحة بالنسبة لي هو احسن هو اجمل والزز بكتير يعني دلوقتي اقدر روح عندي على جوجل هنا جوجل ترجمة طبعا ارجع عندك للفيديو دي عشان تعرف ازاي تقدر تستخدمه اللي هو الفيديو الخاص يعني انت ازاي تقدر تستخدم زكال صناعي عن طريق موقع ميجن تري هروح هنا عندي على جوجل دلوقتي انا محتاج ارسم صورة الصورة دي انا محتاج اعمل عنها خمسة وعشرين صورة اه يعني انا محتاج اعمل خمسة وعشرين صورة بالمنظر ده عشان موقع عشان انت تقدر تشتغل عليه لازم يكون عندك خمسة وعشرين صورة يعني كبداية عشان يخش في مراجعة وتتقبل ازاي تقدر تسجل في موقع فريبك زي ما انت شيء انا هسيبلك اللينك ده تحت في الوصف او لما تخش عليها يظهر عندك الوجهة دي هتعمل لان انا محتاج اسجل او هتدوس هنا محتاج ان انا اسجل كمنشئ محتوى هتسجل انا عن طريق جوجل وتريح دماغك من واجع القلب ده تماما تسجل عن طريق جوجل وانتهى الموضوع يعني مش محتاج حال تشرحه ازاي التسجيل بعد ما تسجل ده هيكون شكله امامك بالمنظر ده او لوج ان اسجل عن طريق جوجل انا بالفان مسجل قبل كده مجرد ما ادوس عندي او بالمنظر ده اخش عندي اوتوماتيك على حسابي شوفت الموضوع بسيط ازاي مش صعب مفوش يعني سر هنا طبعا بيقولك ارفع من خمسة وعشرين الى خمسين صورة عشان يتم مراجعتك طيب الصور اللي احنا هنعملها تكون صور يعني ما تلعبش في الخطر ازاي يعمل حج انا فاهمك انا دلوقتي شايف اني في حاجات كتير قوي مقبولة في موقع منها الصور اللي مفهاش روح هتقول لها بلطيف هترجع التاني هترجع التاني وتالت ورابع بس الفكرة هنا ان في ناس كتير قوي بتحتاج صور تليفزيون قديم او حاجات قديمة حاجات كلاسيك عشان يحطوها ككرومة يعني لو انت جيت هنا عندي في الفيديو الاخير اللي انا عملته هتلاقي ان انا استخدمت النفس الصورة دي عندي في فيديو بص اهي شلت الكرومة واستخدمت الاز يعني اعمل انعكاس عندي للايه للشغل بتاعي بص تحس ان اساسا ان الصورة حقيقية انعكاس الشاشة زي ما انت شايف الشاشة والوساخة اللي فيها مسلا والكلام ده كل بص تحس ان الصورة اصلا حقيقية الصورة بتنطق حرفيا لو انت شلت الكرومة الصورة هتبقى حرفين بتنطق قدامك فاهمني زي ما انت شايف بص انا هقولك ان انت زي تقدر تعمل زي ده والناس فعلا بتحب الحاجات دي هروح هنا بقى بعد مفتحت حساب عندي على بالمنظر ده دلوقتي اروح عندي على الحاجة جوجل اكتب هنا عندي شاشة اه تليفزيون قديمة تعرض شاشة خضراء اه في مكان اه مرعب زي ما انت شايف اروح جايا عندي نسخ الكلام اللي انا كتبته اروح هنا رياح عندي على جوجل وانشاء خلينا نشوف هيقدر ان هو بالفعل يعمل لي صور زي ما انا عايز ولا لا يعني انا بستخدمها ككرومة تمام عشان الناس تقدر تشيلها في المونتاج او مثلا في الفوتشوب بقى وغيره وده هيسهل عليهم الدنيا يعني مش هتبقى حاجة صعبة زي ما انت شايف بص حلو قوي انا مسلا الصورة دي عجبتني قادر ان انا اخدها اخدها واحملها حلو جميل اروح جاينا دايس عندي على تحميل انا بالفعل عملت صورة هنا هو زي ما انت شايف دي صور رقم واحد اجد الوقتي عندي هعملوا صورة رقم اتنين قدامك عشان تعرف انا بشتغل ازاي في عندك طريقتين يا ان انت ترفع الصورة بشكل مباشر بالحجم ده بس الصراحة ده مش مطلوب الناس مش هتحبوا قوي وبالتالي لو حد هيشتري مش هيشتري الصورة عشان هي مربعة يعني هي بالحجم ده اللي هي الف الف واربعة وعشرين في الف واربعة وعشرين. لأ الناس عايزها اللي هو الحجم الخاص اللي هو الكامل سستاشر في تسعة اللي هو الخاص باليوتيوب اللي هو الحجم العريض. عشان بيديهم خيارات اكتر. انهم يستخدموا في فيديوهات عريضة او فيديوهات طويلة او غيره. عملها ازاي? بص اسيدي. هنا لو انت بتستخدم الفوتشوب هيسهل عليك الدنيا. انا جيت هنا عندي فتحت الفوتشوب زي ما انت شايف. بعد ما افتح عندي الفوتشوب اروح رايحين عندي ساحب الصورة اللي انا آآ اللهم وصنعنا بيشتغلت عليها. او يعني عملتها. اروح جاي سحبها عندي على الفوتشوب بالمنظر ده. ضيفها عندي. انتظر بس الحد ما يفتح لانه بيطول شوية. اروح هنا جاي عندي عامل نيو. اروح هنا طبعا جاي عندي على خيار فيلم. اروح هنا رايح عندي على المقاس اللي هو الف تسعمائة وعشرين في الف تمانين. مختاره. حلو قوي. حلو قوي. دلوقتي اروح اعمل كالتالي. وهو ان انا جاي ساحب الصورة بتاعتي. اللي انا فينا رب اللي انا كنت عاملها. بالمنظر ده كده او. او مجاي ساحبها وحوطاتها عندي هنا او. او مستنطرها في النص. او انت اولا ما تستنطر في النص كده تلاقي عندك اللي ايه في اللي هو البتاع البنفسيجي ده ظهر. اللي هو الخطوط البنفسيجي. ده معنى كده ان الصورة دي اصبحت في النص. الفوتشوب في ميزة حلو قوي. وهو ان انا اقدر اعمل او املأ للصورة. او املأ الفراغ اللي في الصورة. تمام دي ميزة جميلة او الفوتشوب. طيب اعملها ازاي? هاجي عندي بالمنظر ده على الخيار ده. اروح جاية عليه او محدد عندي على اطراف الصورة زي ما انت شايف كده اهو. حلو يا حاج اهو. حددت عندي على اطراف الصورة. اروح جاية عندي عاكس اللي هو الايه? اللي هو يعني زي ما انت شايف بسط. هنا انا بعد ما حتى اتهزر عندي البار اللي تحت ده. اروح جاية هنا دايس عندي على على اساس ان انا احول المربع ده بدل ما يكون جوه الصورة. لا يكون خارجة على اساس ان هو يحتوي اللي هو الايه? اللي هو الابيض ده. اروح جاية هنا عندي عامل ومن غير مكتب اي حاجة. اروح جاية دايس عندي او كي. هو هيملأ اوتوماتيك الصورة او هيملأ اوتوماتيك الصورة بنفس النمط الخاص بالصورة. زي ما انت شايف. شفت ما له الصورة ازاي? فطبعا بيديني خيارك كتير يا كيه زي الخيار ده او اي خيار اخر. زي ما انت شايف. ده الصراحة مش عاجبني. ده مش عاجبني. ده ممكن يكون اقرب حاجة للواقعية. اقدر ان انا يعني ادوس تاني واعمل تاني ام لثور تاني. طبعا الفوتشوب ده لازم يكون معاك نوسخة مدفوعة. او انت بقى تحملها بطريقتك انا مش هتكلم يعني. انت بقى تحملها بطريقتك. زي ما انت شايف. عملها لي على هيئة فيلم. الصراحة مش عاجبني اوي. اول واحدة كانت عاجبني اكتر حاجة. تمام? طيب. هختار اول خيار عندي. لو انت جيت لاحظت هنا تلاقي ان فيه خط. الخط ده احيانا بيكون مزعج. فانت تقدر انت تحله ازاي? عن طريق الادة دي. تمام? اللي هي فين فين فين? والله انسيت. اه اللي هي الادة دي. تمام? اروح جاي عليها. دايس عندي على الصورة. طبعا بعد ما انا احاولهم عندي. كاسمارت اه اللي هو اه يعني احدد عندي على اتنين الصورة. والصورة الجديدة اللي انا عملتها اللي هي الاملاء بتاعها. اروح جاي دايس على الاتنين واعمل عندي اللي هو كونفيرت تو سمارت اوبجيكت. على اساس ان الناد مجلتين مع بعض. دلوقتي لو انا جيت دوست عندي كده هو اروح ادد دايس اوك. اقدر دلوقتي ان انا ايه اشيل عندي زي ما انت شايف احدد عندي على الخط ده. حددت عندي على الخط. هو اوتوماتيك هي تشال. بص دلوقتي تشال. لو في حاجة تحس انها مزعجة تدوس عليها تشيلها بص. شفت الموضوع بسيط ازاي? طيب انتهى الموضوع ده. عرفنا دلوقتي ازاي تحلها. دلوقتي عملنا الصورة التانية. زي ما انت شايف. جميل? طيب دلوقتي اقوم جاي عندي. ويحفظها او عمل لها اجي هنا عندي على فايل. ثم اجي هنا عندي على اكسبورت. تمام اكسبورت بنج. بالمنظر ده او جي بي جي. مش مش فرقة يعني. اجي هنا عندي على راح جاي هنا دس عندي على كده خلصنا من تصميم الصورة والفوتشوب. نيجي بقى دلوقتي للحاجة التالتة والمهمة. وهو البرنامج ده اللي انا شرحته قبل كده وهو برنامج اه البرنامج ده وظيفته انه هو بيرفعك والد الخاص بالصورة عن طريق زكاة الاصناعية. افضل برنامج استخدمته الى الان الصراحة وبرنامج اللي عليها. هقول لك انا انا شرحته قبل كده على فكرة عندي في القناة. لو انت جيت هنا عندك في قوائم التشغيل. هتلاقي اللي انا شرحته قبل كده. اللي هو رفع جودة الصورة اهو. تمام? لو انت جيت دخلت عليه. تمام? هتلاقي ان انا شرحته قبل كده بالفعل في فيديو هيم. شرح الصورة. تمام? اللي هو او سلام الله عليكم ازايكم. زي ما انت شايفها. انا شرحته قبل كده بالفعل. من سنة فاتت كمان. فانت تقدر ان انت تشوف الفيديو وترجع له وتستفد منه تعرف في زي تستخدمه. طبعا البرنامج مدفوعة. كل البرامج دي مدفوعة. بس انت تقدر تحملها بطريقة انا مش هتكلم يعني. اه دلوقتي اجي عندي افتح البرنامج. او لما افتح البرنامج نقفل ده خالص. ونعمل هنا عندي اللي هو اه يعني نقفل البرنامج كل انا فاتحينه اول مرة. اجي افتح البرنامج دلوقتي. او لما افتح البرنامج hvadزل عندي بالشكل ده. اجي دلوقتي اضيف عندي الصورة بتاعتي. اجي هنا يعني اه اه ادوس عندي على بعد كده اروح جاي عندي هنا مختار الصورة اللي انا عملتها اللي هي الصورة دي هنا الصورة بتاعتي زي ما انت شايف كل ما كانت الصورة اجور كل ما يكون احسن تمام طيب هنا دلوقتي هو بالفعل بيبتدي ان هو يعالج الصورة يعني انت هنا مسافة ما انت تيجي تدوس هنا عندك على هتلاقي ان هو بالفعل هيبتدي ان هو يعالج الصورة يعني على اساس ان هو هيكبر الصورة ويحسنها عندك هنا بيقولك ان انت يعني تقدر تقبر الصورة من مرة الى اربع مرات انا شايف ان هي اللي هي مرتين حلوة اوي مش بحتاج اربع مرات يعني تمام عشان بس الصورة ما تبقاش اوبر اه يعني حجم كبير على الفاضي وكبير على الفاضي وتقيل على الفاضي لأ انت يكفي بس تخليه لوك ايه قضع فيه زي ما تشايف اللي هو ده هو اوتوماتيك متبرمج عليه عندك هنا يعني هنا الايه اقدر ان انا اضيف كمان فلتر اللي هو الخاص بال على اساس ان انا اضيف حدة للصورة زي ما تشايف يعني لو شكلها سيء اشلها برضو دي نقطة مهمة لو شكل الصورة سيء مش زي ما انا متوقع او عايز اشلها قدر اقبر البرنامج عندي عشان يعمل لي عرض ممتاز زي ما انت شايف اه هنا الثورتين لسه بيعالجوا انا شايف ان الصورتين شكلهم حلو طيب افتاني لحد ما يخلص معالجة لاني اولا ما يخلص معالجة هيديك الايه الشكل النهائي انا شايف هي مع الحدة افضل الصراحة اخليها مع الحدة اخليها مع الحدة مع الحدة اجمل بكتير او ممكن اشيلها حتى كمان لو شايف انها سيئة ممكن اشيلها من هنا اخليها بالنمط العادي بعد بعض بقى مالعب وقرب في الصورة وبو زي ما اتا شايف بص دي الصورة قبل ودي صورة بعد بص حرفيا بقت الكواليتي عامل ازاي فرق شاسع طبعا اروح جاية دلوقتي عندي ودايس عندي علي اكسبورت على اساس ان انا اصدر الصورة بعدما اصدر الصورة ارفع هنا الكواليتي عندي على مية في المية اروح جاية دايس عندي على رفع عندي الصورة من الف سمائة وعشرين لالف تمانين لاربعة تلاف ستمائة سبعة عشرين لالفين ستمائة وتلاتة. والصورة عندي من اتنين ميجا لستة ميجا. ومن الجي بي جي. الصورة كده اشطاط حلوة قوي. اجي ابص عليها لقيه عندي بقت زهرة او يعني اتحافزت عندي على الديسك توب زي ما انت شايف. دي الصورة. قادر طبعا اغير بقى الاسم عندي. اخليها نفس الاسم ده مسلا. في مكان مخيف وكلام ده كله. بالمنظر ده. اخليها رقم اتنين مسلا. على اساس يكونوا الصورتين. افضل على الحال ده لحد ما اعمل خمسة وعشرين صورة. يعني افضل عامل صور بالسطايل اللي انا بالفعل يعني عايز اعمله. طبعا ما يفعش انتة ترفع كزا صورة بكزا شكلة. لا. لازم مسلا يعني مثلا يعني تعمل اه التليفزيون القديم ده. كله يبقى انت هتشتغل على التليفزيون القديم ده. فيمني انت تقدر تعمل على جوجل وخلافه. بعد كده هتقدم بقى في الموقع. اللي هو الخاص بالكرياتور. هنا بيقول لك لو انت حتى تجي ترجمة الصفحة. هني يقول لك قم بتحميل افضل خمسة وعشرين صورة الى خمسين صورة. مصدر بس. عشان يشوف شغلك عامل ازاي. يعني هو كمجرد مراجعة. لو شغلك كوي ازاي اللي انا عرضته لك. هي هو هيقبالك. بعد ما يقبالك تقدر بقى ان انت تبيع الصورة. فهمني? طبعا الصورة يعني زي يعني انت كأن انت بتبيع صورتك كبائع ومشتري. انا عرفتك طريقة سهلة ازاي? يعني حرفيا طريقة مش هكلفك. انت قاعد زكاء اصناعي بالمجان. اه هو اه بفلوس انا يعني انا شاري بفلوس. بس انت تقدر تجيبهم معرفتك. في ناس بتعمل خطط يعني حرفين باسعار زيادة جدا. البرنامج ده برضو بفلوس بس انت تقدر تجيبهم معرفتك. انا مش مش هفتي يعني. انت فهم قصدي ايه فهمني? فانت تقدر تجيب الحاجات دي كلها معرفتك. وهو اشتغلت وعملت الصورة ورفعتها عندي على في طريقة تانية. وهو ان انا احول الصورة الى بس انا طبعا دي بقى نقطة متقدمة وانا مش حابب انا اشرحها الصراحة. لان انا لو شرحت النقطة دي هفتح مجال الصراحة هظل في ناس تانية. والناس التانية دول اللي هم مين? اللي هم اصحاب القنوات. اه اللي هم اصحاب الشغل اللي بيعرفوا اشتغلوا على البرنامج. يعني انا مثلا ممكن اكتب هنا مثلا افتراضا عندي ستيكر ستيكر اه اه موزا ستيكر زي ما انت شايف اه. ممكن مسلا اجي عندي بالمنظر ده بانانا ستيكر. اه تو دي مثلا افتراض. بالمنظر ده كده. على اساس تكون الصورة تو دي. دلوقتي هيبتدي ان هو بالفعل يعمل ايه عندي الثورة مش عارف ليه الصراحة ما قابلش. ولكن نعمل هنا عندي تاني. في خطأ في الموقع. وانا حسدت ولا ايه? اللي حصل في الموقع. لا حول القوة الا بالله. تقريبا في حاجة خطأ في الموقع. بس ماشي ماشي بس. ممكن اقدر استخدم الموقع انا شرحته قابل كده. الموقع انا شرحته قابل كده. اللي هو الخاص بالايه? بالعدد غير محدد من الصور. اقدر اجي اعمل كده اهو. واجه اكتب عندي بنانا مش عارف ايه وكلام ده كله. بنانا ستيكر. واعمل عندي صور واشوف. الصورة اللي تعجبني اخدها ارفع كواليتي بتاعها عندي على الايه? على الزكاء الاصطناعي او على البرنامج ده اللي هو برنامج توبيز. زي ما انت شايف. بس قادر اعمل اللي هو موزة استيكر. تمام كتو دي. افترضا زي دي مثلا. او محملها عندي بعد محملها اا او محولها عندي اللي سليتور. فهمني? وطبعا يعني انا زي ما قلت لك انا الصراحة قادر اشرح الطريقة دي. ولكن بامانة انا مش عايز. لاني هظل من الناس اللي هي بتعرف تشتغل بحق وحيي على اللي سليتور. يعني انا هدخلك في مجال شغل مش شغلك. وهظل من الناس دي. فانت اشتغل بالطريقة الخاصة بالايه? باللي هي اا بتاعة اللي هي الزكية اللي صناعني لقلت لك عليها دي. صدقني زكية مربحة. ولو انت مش عايز تشتغل فيها ما تدخلش من البداية. ما تحرقش على جالك الطريقة. يلا ده كان الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه. ولو على الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان نشوف اا كل جديد. وطبعا اا رفع الصورة. انا نسيت اشرح حتى رفع الصورة. بس رفع الصورة بسيط او هتعمل تحميل. تمام زي ما انت شايف. هتضيف عندك الصورتين اللي انت عاملهم بالمنظر ده. ارفق الملفات. طبعا او عشان انا بالفعل رفع الصورة بنفس الاسم. يعني انا رفع صورة بنفس الاسم فعمله استبدال. بعد كده طبعا هيظر عندك الصور في الايه? في الملفات بتاعتك. اللي هو الرافع زي ما انت شايف. او هم جاية عندي. محدد عليهم. وطبعا بقى هنا كاتب عندي. يعني هنا تم انشاء الصورة بالزكاء الاصناعي. هنا بيقول النموذج بتاعي ايه? اقدر انا اختار النموذج مثلا افتراض اللي هو. اا طبعا لو انت هستخدم اا اختار اا اختار اا اللي هو اختار اا انا انا معرفش انت يعني انت ممكن تستخدم نموذج ايه? انت اي نموذج تقدر تستخدمه مش حاجة محددة. ولكن ازا استخدمت نموذج اختاره. لو النموذج بتاعك مش موجود هنا. حط يا سي دي عندك اللي هو الستيبل ديفيجين اكسيل. وراح دماغك اللي هو الستيبل ديفيجين اكسيل. فاهمني? او ماسر استيبل ديفيجين اا تو بوينت وان. وتكتب عندك هنا الوصف والعنوان والكيووردز طبعا زي ما تشاف لها تضاف اوتوماتيك. ارفع عندك خمسة عشرين صورة وقدم وان شاء الله هتتقبل وتقدر تبيع صورك بعد كده. بس خلاص. سلام عليكم.